السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي تحييك بريل عيقون قصف إسرائيلي يستهدف فيلا لشقيق رئيس النظام السوري مهر الأسد في يعفور قرب دمائق نفز سلاحة جوة تابة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لأحد غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا على أوتوستراد دمشق بيروت غرب العاصم السوري دمشق وقال مصدر عسكري مطلع للقدس العربي إن طائرة من دون طيار استهدفت لأحد بسلسة أوليخ فيلا لشقيق رئيس النظام السوري مهر الأسد في منطقة يعفور بريف دمشق الغربي دون معرفة حجم الخسائر وبحسب المصدر فقد سمع دوي الانفجارات في أجواء ريف دمشق باتجاه الدماز ويعفور وسط كما استهدفت غارة إسرائيلي منفصلة محلة وادي حنة في مدينة القصير بريف حمص وسط سوريا عقبها أصوات مضادات أرضي وانفجارات في ريف حمص الغربي في غضون ذلك ذكرت وكارت النظام الرسمي سانة أن ذوي انفجارات سمع في محط العاصم السوري دمشق مشيرة إلى أنه يجري التحقيق من طبيعتها ويوم السبت استهدف قصف إسرائيلي مماثل معبرا على أسترات دمشق بيروت عند الحدود السورية وقال المصدر العسكري أن القصف استهدف السيارة قبل معبر عند منطقة ظهر البيدر الذي يصل بيروت بالحدود السورية وتحديدا معبر جديد يابوس بريف دمشق وفقا للمصدر القدس العربي فأن السيارة المستهدفة كانت تقوى ثلاث عناصب من الدفاع الجوي لحزب الله اللبناني وأسلحة خفيفة وبحسب مصادر محلي فأن قياده من حزب الله توجه من الأراضي اللبناني إلى دمشق لإصار رسالة للنظام السوري لم يتضح فحوها قبل استهدافه أثناء عودته من العاصمة وتداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي مقطعا مرئيا أن يظهر احتراق السيارة بعد استهدافها من قبل مسيرة إسرائيلية المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد من جهته بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدفه بسلسل تقارات مستودعا يوم يعود لأشخاص عاملين مع حزب الله اللبناني في المنطقة الواقعة بين الطفيل وعسال الورد بريف دمشق عند الحدود السوري اللبنانية مما أدى تزامنا مع تحليق طائرات مسيرة واستطلاف الأجواء كما نفذت مسيرة إسرائيلية ضربة طاولت آلية بريف القصير عند الحدود السورية اللبنانية مما أدى لتدميرها ومقتل شخص مجهول هوي ممن كانوا بداخلها بينما حاولت الدفاعات الجوية التابعة لنظام التصدي المسيرات في ريف حموس الغربي وإفقان للمرصد فإن الاحتلال الإسرائيلي نفذ لأحد غارات استهدفت المعابر غير الشرعية التي تربط منطقة سرغاية بريف دمشق بالأراضي اللبنانية في إطار موصلة إسرائيل تصعيدها العنيف على الحدود السورية اللبنانية للتضييق على حزب الله وشل حركة نقل سلاحة من داخل أراضي السورية وقطع طرق المتاء أو المداد وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام ٢٠٤٨ مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية ٦٨ منها جوية و ١٧ برية أسفلت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو ١٥٩ هدفا ما بين مستودعات الأسلحة والزخار ومقارات ومراكز وآليات وتسببت تلك الضربات ببقطة ٢٢١١ من العسكريين بالإضافة لإصابة ١٧١ آخرين منهم بجراح متفاق